خدت الامتياز بتاعك في ايه بقى؟ يعني دكتورة أسنين، دكتورة... لا بشري، أنا طب بشري وخدت الامتياز بتاعي في القصر العيني إنت ممكن تسيبي مجال بسبب التاني؟ لو مثلاً الطب جاء التمثيل إن أنا مش عارفة أتفرغله، أكيد ساعتها هبقى عايزة أمسل بس فلو الوقت مثلاً بالنسبة لي دايق خلاني أتشتت ومش عارفة أركز في حاجة وعملها أحسن حاجة، لازم هسيب حاجة أنت بعيني بالنسبة لي كأهم؟ التمثيل ليه بقى؟ عشان بحبه بتحبي قد إيه؟ قد الدنيا كلها، بحبه أكثر حاجة في مواقف بتتعرضي ليها بسبب إن الدكتورة ممثلة؟ آه، ساعات مثلاً حد يغمى عليه يقولوا لي تعالي شو فيه، بتحصل في المعهد مثلاً، بالذات في المعهد حد مثلاً تعبان شوية، يقولوا لي تعالي كده، بصي علي بصة كانت بتحصل، آه، بتحصل كشفت على حد فعلاً قبل كده؟ يعني شوفت حد يغمى ويغمى وكمان في المسلسل، آه، والله هما تحكي لنا عن الكوليس دي؟ بحس إن هي حاجات كده، يعني إيه؟ مش لازم كل حاجة تعملها تحكيها، يعني أنت مساكشفت على حد في خصوصية لده؟ لا، مش هنقول اسمه، بس هو مين بقى؟ يعني بحس إن، بس زمايلي يعني، زمايلي أو ممكن من الأسادزة أو حد يسألني في حاجة وأقوله ليس حاجة مهمة جداً، ليس ينفع عن فوقتها، في المسلسل في حد أغمى عليه وفوقتيه لا، في المعهد حصلت طيب، في المسلسل مين بقى اللي كانت تعبينه، كتبتوله دوا مثلاً عشان يبقى فريش أو فيتامين، أو إيه اللي حصل؟ هم عشان عارفين أنا دكتورة، فكانوا دايماً يستشيروني في حاجات أو يقولوا لي على مثلاً ميديكال هستوري قبل كده، ميديكال هستوري هم مروا بيه، فكانوا بياخدوا رأيي أو كده يعني ده كان بيحصل فعلاً، كان أي حد يعرف أن أنا دكتورة نازم يسألني عن حاجة مين بقى اللي خد رأيك في العطاولة؟ أحمد السقق، أستاذ أحمد، أو زينة برضو